بخصوص البيسائغ هذا مطلب ان ازالة البيسائغ هذا مطلب مجتمعي والحكومة درسته دراسة دقيقة جدا مش انش لان كينش رغباء في انه نبقى محافظين عليه لا ولكن كانت هناك تخوفات من الوضعية الوبائية الوطنية لا قدر الله لا توقعش انتكاسة فالحمد الله ليس هناك اي مشكل في مسألة البيسائغ البيسائغ كان هو الالية الاجبارية من اجل الولوج الى التراب الوطني جد تخفيف من بعض القرار دي لفتح الحدود البحرية والبرية الان كل ما في الامر هو انه تم تحيي البروتوكول الصحي مع البروتوكول الصحي المطبق على مستوى الموانئ وعلى مستوى الحدود البرية بمعنى انه الان يكفي المواطن اللي عنده يعني الجواز الصحي من انه يولوج التراب الوطني بكل سهولة وفي البروتوكول الصحي دي الوزارة الصحة تم توضيح هذه المعطيات بشكل دقيق جدا بمعنى شنو كان عنيه بالجرعة الثانية وشنو كان عنيه بالجرعة الاولى حتى بعض اللقاحات التي تعتبر علميا بانها تقوم مقام الجرعة الاولى والثانية تم توضيح هذه الامور وبالنسبة للاطفال اللي اقل من 12 سنة فهم معفونا من هذه المسألة الفرق هو انه كين الناس اللي ما عندهمش اللي ما عندهمش الباس فاكسينال ما عندهمش الباس فاكسينال هادو كين الامكان يديل انهم يستعملوا الباس فاكسينال ولكن راه في بلادنا راه كين ملايين اللي كيدخلوه ويخرجوه وما غاديش يكون عندهم الاجبارية باش انهم يجبوا الباس فاكسينال يكفي فقط انهم يقدموا الباس فاكسينال وانتهى الموضوع اشتركوا في القناة